المسيح أخذ اللعنة وفدى آدم وفدى حواء لكن ملاحظ في سفر التكوين بقول ملعونا الأرض وإحنا بنعرف أنه لسه الأرض تحت لعنة لأنه كل الخليقة تأنم وتتمخض يعني ما زالت إلى مجيء المسيح ثانية حتى يعطق كل شيء يكون فيه أرض جديدة سماء جديدة منطق جديد نظام جديد أعرف حضرتك والفداء ليه ثلاث أبعاد البعد الأول الخلاص أو الفداء من عقوبة الخطيئة وهي الموت وبعدين الفداء من سلطان الخطيئة وده الكفاح اليومي للإنسان المؤمن الطبيعة الجديدة والطبيعة القديمة وبعدين الفداء من جسد الخطيئة بتغيير الأجساد فإحنا في المرحلة نمرة اثنين دلوقتي الفداء من عقوبة الخطيئة تم وبالإيمان بالمسيح بنخده من سمها وتأثيرها في حياة الإنسان بالضبط لازلنا بناء تحت تأثير الخطيئة لكن عندنا روح الله القدوس اللي بيسكن في المؤمن لما بيقبل المسيح المخلص بيقدر يتغلب على الإنسان العطيق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر